ننتقل إلى عربي بوست حرب الدبابات لماذا قد تقلب برامز الأمريكية وليبارد الألمانية مسار الحرب في أوكرانيا قرار إرسال دبابات برامز الأمريكية وليبارد الألمانية إلى أوكرانيا يمثل نقطة لا عودة في الحرب فهل نتعرض أيضا تتعرض روسيا للهزيمة المستحيلة أم ينفذ بوت تهديداته النووية أم يخسر بايدن الرهان كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن واشنطن سترسل إلى أوكرانيا واحدا وثلاثين دبابة من طراز برامز أم ون بما يعادل كتيبة من الدبابات مشيرا إلى أن تسليمها يحتاج إلى بعض الوقت موضحا أن موعد تسليم أوكرانيا تلك الدبابات المتطورة يتوقف على مدى جاهزية قواتها والاستعداد لاستخدامها كما كشف بايدن أن ألمانيا بصدد تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت وذلك بعد موافقة برلين على تزويد أوكرانيا بأربعة عشر دبابة من طراز ليبارد إثنان والسماح لدول حليفة مثل بولندا برسال هذا النوع من الدبابات إلى كييف يأتي ذلك بينما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ثماني دبابات لدعم دبابات برامز من نوع أم ثمانية وثمانين من طراز النجدة والتي تعرضها لأي في حين أو في الوقت الذي تتعرض لأي عطل في حين نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن التدريبة على دبابات برامز يتم خارج أوكرانيا